النادي الاهلي عنده مباراة مهمة أمام الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهاء دورة أبطال أفريقيا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الاهلي كان كسب في مباراة القاهرة 2-1 ومباراة الغد مهمة للغاية بحثا عن اللقب 11 بالنسبة للنادي الاهلي علشان كده يعني الأجواء كلها حتى في دورة القسم الثاني كان فيها النادي الاهلي موجود بشكل قوي في المدرجات وبالتحديد في مباراة بلدية المحلة مع الهلال المطروحي في استاد بلدية المحلة كان فيه يعني لافتة مكتوب عليها أفريقيا هي أهلي بتزين المدرجات لدعم النادي الاهلي في هذه المباراة المهمة ونتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في مباراة وغدا أمام الوداد المغربي اللقطة الثانية معنا لعب دي كيرنس يحتفل باقتراب الصعود للممتاز بتقبيل رأس والده نادي دي كيرنس خلاص بينافس بقوة ومتبقي جولة زي ما قلنا بنافس مع طنطة وبلدية المحلة على حجز بطاقة المجموعة الثالثة ومعانا صورة رائعة لأحمد عشور لاعب دي كيرنس اللي احتفل باقتراب الفريق من التأهل للدوري الممتاز بتقبيل رأس والده عقب إحرازه هدف فريقه على المنصورة وده كان هدف فوز دي كيرنس على المنصورة في المباراة اللي انتهت بهدف مقابل لشيء علشان يحافظ على فرصه في التأهل للدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة اشتركوا في القناة